اشتركوا في القناة ومثلين عن الدول المشاركة في القمة وقد ألقى سعادة الوزير في القمة كلمة مسجلة جدد فيها التزام مملكة البحرين بتعزيز السلام والاستقرار في العالم مؤكدا إيمان مملكة البحرين الراسخ بأولوية الحكمة والحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة النزاعات وفقا للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعلى الأهمية القصوى لاحترام السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وقال سعادته إنه خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف واجتماعه مع القيادة الأوكرانية نقل موقف مملكة البحرين الثابت بهذا الخصوص والداعي إلى إنهاء الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا من خلال الوسائل السلمية واستعادة السلام في أوروبا مؤكدا سعادته أن مملكة البحرين كانت منذ بداية الحرب في أوكرانيا تدعم بقوة تنفيذ اتفاقيات منسك مدركة أهميتها في إيجاد حل دائم للصراع ودع سعادة وزير الخارجية إلى الثبات على الموقف الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لصراع والانخراط في حوار بناء وتعزيز التفاهم والتعاون بهدف تعزيز الاستقرار والرخاء للجميع معربا عن أن أمله بأن تكون هذه القمة حافز للتغيير الإيجابي وتشجيع شراكات القوية وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا مؤكدا وقوف مملكة البحرين على أهبة الاستعداد للمساهمة في الجهود الجماعية للتوصل إلى حل سلمي لصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى الحياة وليمعنا نشغل على أهبة الدراكس التي يجعلها أمامه كتابة الدراكس المترجمات ونظر الجميع وطبع إلتفاً أخرى لكتابة الدوماعة التي تحصل إلى حل السلمي لتحصل إلى حل السلمي لكي اشتركوا في القناة